السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد التبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة لتسليمه رسالة من أخيه حضر صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر تتضمن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات أكد فخامته إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات وفق الرؤى المشتركة بين قادة البلدين الشقيقين أيضا تقدمنا لفخامته بالتهنة القلبية الخالصة بمناسبة عيد الاستقلال ونجاح العاب البحر الأبيض المتوسط والتي قيمت مؤخرا في وهران متمنين للجزائر دوام التقدم والنجاح دائما كما ونثمن الجهود الحثيثة الرامية لاستضافة القمة العربية المقبلة في نوفمبر القادم مؤكدين حرص دولة قطر على إنجاح هذه القمة في ختام اللقاء تم التطرق إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في نوفمبر القادم والخطوات التي قامت بها الدولة في هذا المجال مؤكدين استعدادنا التام لاستضافة والخروج بنسخة مميزة من بطولات كأس العالم وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر